صلاة العشاء هي رمز لقدوم المادة السوداء أو قدوم الليل سلاسة عورات لكم فماذا يحدث كل يوم بعد صلاة العشاء عند البشر والمخلوقات الأخرى؟ الله لا يريد لنا ما يسمى مرض السرطان الذي نخاف حتى من ذكر اسمه ونقول أصيب بذلك المرض وشفاه الله من ذلك المرض القرآن الكريم إذا موجود عندنا فما عندنا مشكلة ولا بأي مرض ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى الله سبحانه وتعالى وضع في جمجمة كل إنسان فينا غد تقع إلى الأعلى من الأزن للخلف قليلا هي الغد الصنوبرية وزن 180 مليغرام بقدر حبة الحمص موصولة مباشرة مع النواة فوق التصالوبية هي الساعة البيولوجية للإنسان وموصولة مباشرة مع العصب البصري لماذا موصولة مع العصب البصري هذه الغد الصنوبرية وهذا شكلها موصولة مباشرة مع شرايين الدم كل يوم وبتوقيت إلهي مزهل حينما يحل الظلام تماما طبعا بعد المغرب لا يحل الظلام تماما لذلك قال تعالى ومن بعد صلاة العشاء تستعد هذه الغد فعلا لإفراز مادة طبية يعرفها السادة الأطباء هي مادة الميلاتونين لقاح مجاني يومي الله وضعه عندنا تبدأ بإفراز مادة الميلاتونين تسري مجانا في كل دم الإنسان فتمنع الأكسد في الخلايا وتمنع مرض السرطان لكن هذه الغد لا تعمل إلا في الظلام متى ما كانت العين تتعرض إلى الضوء بعد صلاة العشاء تعطي أمرا عن طريق النواة فوق التصالوبية الغد الصنوبرية لم يأتي الليل فأنا أمنى عن نفس اللقاح إذا تعرضت إلى الضوء بعد صلاة العشاء الله سبحانه وتعالى يقول فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة الله محى آية الليل نحن بأخطائنا الكثيرة جعلنا آية الليل مبصرة أكثر من آية النهار أباؤنا وأجدادنا الذين تعرضوا إلى ضوء القمر بضوءه الخافت غالبا لم يسجل عندهم هذا المرض أو الذي تحول نسبيا إلى وباء عملنا أحصائيات فعلا حقيقية على المداجن فالإنسان الذي يرب الدواج بشكل حر وطبيعي لم يسجل أي إصابة بالسرطان على الإطلاق لأنه ينام في بداية الليل ويستيقظ مع الفجر أدية كالعادية أما المداجن الصناعية حيث يقومون بإيقاظ الطيور ليلا لإطعامها ففعلا كانت إصابات السرطان بحوالي 30% من مجمل الإصابات أي موضوع حقيقي أجرنا بحوالي 50 متجنة حقيقيا فالمداجن الصناعية هناك إصابات بالسرطان لكن الطيور الطبيعية لم يصاب أي إصابة فالله وضع فينا هذا اللقاح المجاني فننصح الجميع بالتعرض أكثر ما يمكن إلى الظلام فقط مرحلة بسيطة من بعد صلاة العشاء حتى قبل فجر بساعتين هذا مجال عمل الغدّة وهذه نعمة الله أعطانا إياها بالليل ولذلك الله قال وجعل الظلمات والنور نحن أهمنا الظلمات وحاربناها بالإضاءات الصناعية وركزنا كثيرا على النور لكن جعلت الظلمات قبل النور كفائدة منها